اشتركوا في القناة 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 بالزبط اشتركوا في القناة 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 وحيتكلم معي وحيبا فيه لغة التواصل بيننا وده التعامل الصح مع ابنائنا ان احنا نخلق جو اسري سليم نديهم الهدوء الراحة النفسية بلاش المشاكل الزادة على اللازم يعني برضو للأسف في المشاكل الكتيرة بين الاسر طبعا بحكم الظروف والمشاكل اللي احنا نمر بيها في الوقت الحالي فده بينعكس على ابنائنا هم من مش الزمن في اي حاجة طيب يعني استاذ الناشو يمكن يعني ما فيه شك ان مرحلة السنوات العامة دي نقطة فاصلة وبتحدد مستقبل ومصير الطالب في هذه المرحلة ازاي بان يعني احنا عايزين نشيل فكرة مثلا كليات القمة وكليات المشقمة واني يكون فيه رؤية مستقبلية لمستقبل الطالب ومستقبل الاسرة ان فيه دراسة لسوق العمل يعني شوف سوق العمل محتاج ايه بلاش نحط فكرة ان قمة وبعدها تخرج ما فيش مكان ايه mammothlich ان تكذص الطلاب في التلاح واحد وانا سوق العمل بيحتاجي حاجة معينا جاب مجموع الكبير بец هو نفسoo يدخل الكلية معينة مش لازم مقمة هو ممكن هينجز فيها تمام وممكن يكمل دراسات Live عالياhenو ليه شقيعة عظيم مش لازم مثلا لادخلهها اندacağızه وليش لازم انا وده حاجه كويسه بس اشوف هو عايز ايه حابب حابب ايه ما أنا فيه ناس فيه ناس كتيرة بتدخل كليات مش بتنجز فيها وده بنعكس على المجتمع وبنعكس عليه هو كمان فلا أنا شوف هو عايز ايه هو حابب ايه واسيبه براحته بقى طيب يعني فيه اتجاه الحديث يعني شايفين احنا اتجاه البرمجيات والتحول الرقمانة اه ليه مستقبل افضل فيه اتجاه كبير لهذا الاتجاه وفيه اهتمام من الدولة بهذا الموضوع فيه تكنولوجيا ومعلومات فيه حالة حلوة حديثة كتيرة في الموضوع ده مش قصرة على الكليات هندسة بس يعني في كليات تكنولوجيا ومعلومات فيه حالة حلوة كتيرة كتيرة وده فكر اللي جي للحديث هو جي للكمبيوتر وجي للانترنت والذلك هو بيخترع فيه بيبا فيه يعني أنا شوفت على المواقع فيه اطفال بيخترعوا تطبيقات معينة والذلك ده ذكاء يعني ما شاء الله يعني ده ذكاء عالي فأنا بقول دايما الطفل أشوف هو وكمان من حداتك من برضو من الصغر لو أنا شفت الطفلي هو بيرسي مثلا حاجة معينة أو بيخترع حاجة معينة مولوش إيه اللي بتعمله ده لأن الكلمة إيه اللي بتعمله ده يعني أنا خلاص أنا استهترت بفكرته فبقتل أو بهدل عنده بالضبط كده فأشجعه أحفزه أكثر فدي دي اللغة السليمة أو اللغة التعامل السليمة بين الأسرة والأبناء نعم إن أنا أحفزهم مش أهدمهم يمكن برضو تتكلمنا على مجال البرامجة وينا شايف أنه فيه يعني اهتمام من وزارة التربية والتعليم ووزارة التكنولوجيا والمعلومات إنه فيه مبادرات لبراعم مصر الرقمية شبال مصر الرقمية كل محل السنية لها آه المصر الرقمية يعني اهتمام حتى لو كل حاجة بالتكنولوجيا حتى في الوظائف فلازم أعود طفلي من البداية أديه الكرسات بجانب طبعا الدراسة الكمبيوتر الحاجات دي بشكل إيجابي وشوفه برضو رقبه من بعيد بحس اللي هو طريقة الاستدامة تبقى سليمة يعني برضو أشوف عنده هو حابب إيه يعني عايز إيه برضو يعني أشوف مجال وهو يعني دوراتي حاليا ناس كتيرة بتحب تدخل في هذا المجال مش لازم طبه هندسة مش لازم مثلا زراع أو طاقة كده يعني ده ما بتجهه لكل ياد اللي فيها الحاسب الآلي فيها الكمبيوتر وده مستقبل أفضل وهي دخلة في كل المجالات حتى مش بس مجال يعني الهندسة أو الحاسبات يعني لليحنا بتفضل محصر خمية حتى في كل شيء حتى في الكليات الأدبية حيكون في استخدام يعني بدأنا الامتحانات دلوقتي بتكون إلكترونية يجب يكون عنده خلفية كافية إنه هي تعلم زي يمتحن امتحان إلكتروني يعني حتى لما الطالب أو طالبة بتععد مثلا على هو ممكن دلوقتي بتشوف هي عائزة أو بيشوف وطبع ما فيش حد دلوقتي ما بيستخدمش تكنولوجيا حتى الأطفال الأقل من ثلاث سنوات يعني دخلوا في الموضوع يعني بيستخدموا الأجهزة ما شاء الله أكتر من الكبار يعني ما هذا جيل الحديث ما هذا جيل الكمبيوتر مغزم الأمهات بقى للأسف أنت قاعد ليه أنت إيه اللي بتعمله ده اللي هو التفكير السلبي آه هو ما يعودش 14 ساعة بس أشوف هو بيعمل إيه محسسوش أنه براقبه لوش لقيته أنه هو مثلا بيخترع بيستفيد منه خلاص أسيبه بس ما سيبوش برضو 24 ساعة يعني أكلمه في طريقة أجابية ومتابعة يعني بالضبط طيب سيد ناشو يعني نحب في هذه الفقرة برضو نوجه نصائح للأباء والأمهات ونصائح للطلاب للتعامل مع هذه المرحلة أولا بالنسبة لأباء الأمهات لأباء الأمهات رفقا بأبنائنا يعني حفزوهم حاولوا تقربوا إليهم فهموهم صح يعني بتخلقش مشكلة بينه وبين وبين ابني مخلقش بينهم بالنسبة للأبناء قبل الامتحان أحاول أذاكر كويس أحاول أنام كويس أحاول أكل كويس اللي هو الأكل السليم برضو ده بالعكس على تفكيري ما شربش منبهات كتيرة عشان طبعا ما صارش وما تعبش تنظيم فترات النوم والصهر وكده اه بالضبط كده برضو في حاجة أنا عجبتني جدا حاجة اسمع الخريطة الزهنية الخريطة الزهنية بالنظام المذاكرة بالضبط كأسلوب اتبعوا حديثا المخترع اسمه اللي هزا ما شاهدين كده على شاشة اسمه توني بوزان ده مؤسس الخريطة الزهنية ولقبة أستاذ الزهنية هو ليه عملها كده هو عملها كده عشان هي مرتبطة بخلايا الدماغ بتاعتنا والأسرع في الفهم يعني لأي مثلا عندي درس صعب أنا عن نفس بستخدمها يعني حاجات برضو صعبة عفوة بشوف بجيب مصر عنصر اللي أنا مش فهمها وأعمله في كديرة كديرة عشان إحنا الديرة بتدل على استمرار والشعارات دي بتدل على اللي هي الشعارات اللي عندنا بفرع منها الموضوع العناصر الموضوع فبالتالي بحفظ أكتر وبعندي بدل الواحد اتنين تلاتة اللي أنا وقالي مش فهمهم لا بالطريقة دي هستعب أكتر وهفهم أكتر يعني أنا كده بساعد الزاكرة بتاعت المخ بالرؤية البصرية بالضبط وزي بيقول العين لها يعني لها زاكرة واليد لها زاكرة حتى طريقة الكتابة ممكن بالضبط لو كتب الموضوع آه بالضبط كمان بيتجه المؤسس ده من ناحية يعني أنا مثلا بيجيب العنصر ناحية اليمين يعني دايما نحن عندنا ناحية اليمين ناحية اليمين أسرع أو الفهم من الشمال في التذكرة آه فده استخدمها للفهم وللتعلم أسرع ودي أداة مستخدمة وممكن فيه في التربية في التربية التعليم بيستخدموها في الدروس فأنا بنصح إن ميجي زاكر يستخدم الخريطة دي حيساعده على الفهم أكتر وعلى الحفظ أكتر ده بالنسبة لقبل الامتحان حدث بها أسمان الامتحان أولا بلاش توطر ونستعين بيننا وصل على رسولها على السلام ده لها مفعول السحر أكون هادي عندي سباة فعالي واثق من نفسي طالما عملت العالية وبعد كده أول ما تجيني لورقة الإجابة وورقة الأسئلة أحاول أراها كلها بس أخذ بلنا الوقت أراها كلها يعني نظرة سريعة على الأسئلة وأبدأ بالسهل عشان مع الصفس نفسي أو عشان منساش بس أراعي لوقت طبعا وأبدأ حل واستعين بالله وإن شاء الله موفقين بإذن الله نتمنى التوفيق لجميع أبنانا الطلاب في هذا العام وكل الأعوام أنهم يكونوا موفقين في أداء امتحاناتهم وربنا يحق أمنيات كل طالب وكل أسرة في هذه المرحلة مشاهدين العزاء في ختم هذه الفقرة نتوجه بالشكر للأستاذة نشوى الضراب مدرب تنمية مشارية على هذا اللقاء شكرا جزيلا لأستاذ نشوى شكرا جزيلا لحضرات سادة المشاهدين وإن شاء الله في لقاء متجدد مع صباح طيبة وحلقة يوم السبت بإذن الله وحلقة غد إن شاء الله نشكر حضراتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته